انخفاض سعر البترول لن يؤثر على مشاريع السكن ولن يقلص حجم المساعدة التي تقدمها الدولة للمواطنين هذا ما أكده المدير العام لصندوق السكن أحمد بلعياط في تصريحات الإذاعة الجزائرية أين أشار إلى أن المشاريع السكنية التي طور الإنجاز تمول بصفة عادية وسكنات عدل تمول من طرف القروض البنكية ونسبة الفوائد تتحملها الخزينة العمومية للدولة المدير العام لصندوق السكن أكد أن الأخير قام بتمويل مشاريع السكن بمختلف الصياغ بقيمة 548 مليار سنطيم سنة 2014 و335 مليار منها خصصت للسكن الاجتماعي في حين وصلت حصيلة الثلاث الأول لسنة 2015 136 مليار 2014 قمنا بتزديد تمويل السكن بجميع صفاته بمستوى 548 مليار دينار السكن الاجتماعي كان له حصة الأسد ب335 مليار دينار السكن الريفي 153 مليار دينار جزائري والصيغات الأخرى كما البيع بالإيجار لأننا كنا في هذا كون انطلقنا في المشروع هذا جديد 50 ألف و100 ألف صرفنا 32 مليار وبخصوص شروط الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن قال بالعياط إنه لا يجب أن يكون دخل الزوجين يفوق 108 ألف دينار شهر كذلك عدم الاستفادة من إعانة الدولة للسكن بأي صيغة أخرى وعدم ملكية أي سكن أو قطعة أرض للبناء استفادة من الإعانة هي محددة في مرسوم وهي كالتالي لا يجب أن يكون الزوجين يكون عندهم مدخول يفوق 108 ألف دينار يعني 10 مليار أو 800 كذلك لا يجب أن يكونوا استفادوا من إعانة تعد الدولة للسكن بأي صيغة كانت الثالث لا يجب أن يكون لهم سكن أو قطعة تراب للبناء أما بالنسبة لشهادة السلبية التي كشفت عنها مؤخراً الوكالة الوطنية للبيع بالإيجار عدل أكد بالعياط أن هذه الشهادة تندرج ضمن شروط الاستفادة من السكن لتقليص طلبات الكثيرة